فبعون الله تعالى نبتدى افتتاح هذه الدورة نقوم نعيد دورة تحكمية للحكام بسم أحمد كريحة الرياضية والأخوان الحاضرين نبتدى هذه الدورة تقام في محافظة المثنى للحكام المستجدين للفترة من 8 إلى 10 ويكون حاصل على شهادة تحكيم درجة ثالثة من حق أنه يقوم بتحكيم مباريات دوري الدوري اللي يقام في محافظة المثنى جميع الفواس سواء كان دوري درجة ثانية أو شباب أو ناشئين نتمنى من الجميع في هذه الدورة أن يكونوا على أهبة الاستعداد والاستفادة التامة من المعلومات التي اجتراحها المحاضرين وخاصة المحاضرين أنهم محاضرين آسوين معتمدين ضمن الاتحاد الدولي عدد المشاركين 34 مشارك من محافظة المثنى يجب أن يتعرفوا على مواد قانون اللعبة هي 17 مادة سيكون اليوم الأول من ما درقهم واحد إلى ما درقهم عشرة اليوم الثاني سنكمل باقي المواد 17 مادة كذلك ستخلى لهذه الدورة التدريبات العملية لاختبارات الحكام هناك قياسات معينة واختبارات معينة ستملأ للمشاركين سنعمل لهم تدريب عملي حتى يكون لبعض اجتيازهم من الاختبارات النظيرة هذه الدورة هي انتداد للحكام المتواجدين حاليا وتأسيس قاعدة جديدة في المحافظة لكي نخرج حكام بصورة جيدة للمستقبل القريب تعرف احنا نحتاج الحكام بصراحة يعني انت كل ما يكون عندك شريحة جيدة من الحكام راح تولد روح المنافسة بين هؤلاء الحكام لذلك نتمنى بانه نخرج من هذه الدورة اكثر عدد من الحكام لكي يكونوا خير رديف بالمستقبل لزملائهم المتواجدين حاليا بس انت اذا الحكام ما لتك يعني عددهم قليلين حتى انت تحتار يعني انا مرات مطلوب مني 3 الى 4 طواقم يعني مريود من قد مرات 16 حكام زين اذا اثنين اثناثة عندهم يعني فد اشغال او ظروف اخرى راح اضطر بانه اعجز ما عندي اربع طواقم فمن يكون العدد بصورة جيدة وعدد كبير راح نولد مجموعة من الحكام او شريحة جيدة يخدم المحافظة يخدم التحكيم العراق بصورة ومنك ايضا خمسين واخلي دارة نيوك الحبل